قررت ان انا اعمل لكم دليل ابو حفيظة بعنوان يا بغت من بات منصوب عليه ولا باتش ناصب مبدئيا كده في مصر القاعدة بتقول الزبون دايما على حق والمقصود هنا بالزبون هو الزبون اللي صدق الحكمة دي حس كعينك تركب تكسي ولو اكبرتك الظروف على كده فيش وقت تعليمات لازم تحفظها كويس جدا لازم تبقى حافظ السكة كويس عشان ما تبقاش راكب من المهندسين للدقي وياخد عن طريق مينيا الامح قبل ما تنزل من التاكسي اتصل بقى اهلك وناسك يستنونك ويكون معهم سلاح عشان لو استواء بقى معاك يزعلوا على عربيته يكون معاك قال حزبة وتكون حافظ قانون التاكسي اللي هو فتحت الباب تسوي المسافة على الزمن طبعا بعد الساعة 12 بالليل تستخدم كل قوانين المساحة اللي هو بتجري في اتجاه ميدان المساحة عشان ما تدفعش لوقت انا عايزة اسألك سؤال هي المسافة بين الحصري ورمسيس الصبح مش هي هي المسافة بالليل طب ليه الصبح بتدفع في الميكروباس 3 جنيه وبالليل بتدفع 5 ما هو اكيد الحصري ما بتحركش من مكانه بالليل موسيقى موسيقى